بسم الله الرحمن الرحيم مع ذات الطلاب طلاب المرحلة والداء صف الثلاثة للغاة دينا ما درسه اللغات أحييكم معكم ميستر أحمد محمد النبوي من منصة البس مبشر ومنصة وزارة التربية و التعليم من نرد نحن نأخذ أقوم بتقوم برسلع الإقوالية نلعب في قسم الأفكار لسهنا نكملناها. أبدأ الأول بالأمس. At the end of the lesson, the students will have learned. First, the equation of a straight line using the slope and intercepted part of y-axis. Prove the two lines are perpendicular, parallel or perpendicular. Solve the problem about the equation of a straight line. نرد نركز على فكرة الدرو او الرسم ازاي نرسم او ازاي نطلع من الرسم على اول السؤال عندنا ونركز بعشان عسائلات والنرضى كلها او اغلبها اسئالة قوية وفكرتها مختلفة عن الرفاتة وبتثبت برضو نفس الفكرة احنا عندنا اخدناها بلكده y equal mx plus c y equal mx plus c الام هنا اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي طيب يبقى معنى كده لاَحشان نجيب الإقواصion Chamberlain لازمن يكون عند حقتين m وصئ السؤال هنا بغلي زعف الظتبو رازنت the liner relation RiNler relation find the equation of the line length of intercepted path of y axis find the value of a يعني دعنا كم اقلود الكرت 1 2 3 uh find the equation of line length of intercepted powys axis find the value of a طبع نلت الendeu هو اللي franchيبرة represent liner relation طيب إزاي نفتر النقطة يكون لفضل المصير الاولى وا 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 والطانية تسمية منهم الام من طلبة تسمية معه يبس لي ماينس ون اوبر تو ماينس ون ايكوالي شو حد كده جاب سلوب افلا طالب اللي معنا جانا تجيب السلوب افلايين فبدايتي الحسة من راحب كل الطالب اللي معنا بيحضروا الحسة سلوب افلايين هيطلع كان جانا احمد واحمد بعتوا الاجابات هم تو برافو عليكم انتو الاثنين سهلا اوي انا احنا جابت اللي 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 يعمل سبستي تيو تنك اطلع سيب فاليو ولو دي اطلع فاليو تانية ولا نفس الفاليو اكيد ترامل تو بوينس على نفس اللاين بحيكون نفس الفاليو عدت اكس وان واي بوان ال اكس اللي هي الوان ديت تو ملتب لي وان ايقل تو هو ايقل وان لحسب السي حتوب مينس وان ماينس تو تو ديت حتروهن لها التانية اللي هي اللي فتا عن دي سايد الناجتف حتوب مينس تو ايقل ايه ناجتف وان يوبا الايكوشن افلايين وان عندنا الطلبة جابت الايكوشن افلايين هيت برافو الايكوشن افلايين هتكون واي ايكوال تو اكس مينوس وان كده نجابت له الفيرست ريكوار المطلوب الاول بعد كده عايز اللينس وانترسيبت بارد نخلي بنا من الكلمة ديت لينس اللينس دائما بيكون بوزتف فاليو اللينس وانترسيبت بارد يوسق بعض ايكسز فيكون الابسوليت اف سي اللينس وانترسيبت ابواييكسز هيكون ابسوليت بتاع سي يعني ابسوليت مينوت افاود طب ليه انا منجيب الأبسوليت فياب بتاعت السي لان اللينس معروف ان لازمة اللينس يكون بوزتف فهو سي هي الانترسيبت بارد يوسعيكسز حنجيبه ال ايه بالبسطر. اخر مطلوب عندنا find the value of ايه. ال ايه هنا موجودة في الرو بتاع الواي يعني ايه تمثل الواي. طيب يكورس بوندنك اكس بتاعتها الاكس بتاعتها كام واضحة ايه. بسري ايه باب اكس ايكول سري. اند واي ايكول ايه. put اكس ايكول سري اهي. اند واي ايكول ايه. ادي الواي اهي بايه. يوم مكان الواي هنا هنحط ايه. ونحط مكان ال اكس نعمل اه سري. ماينس ون. ونحسب يطلع لنا الناتج على طول بتاع ال ايه. ايه هتوبة. ماينس ون. ماينس ون. ماينس ون. ايه جانا احمد جابت الايه ايكول فايف. ماينس ون. ايكول فايف. انا هنا جبتوا الايه. وادي. السكند ريكوارد. وادي سيرد ريكوارد. المطلوبات التلاتة اللي هو طلبها مني في السؤال. طبعا المطلوبات اللي احنا جبناها نلاحظ انها سهلة. مطبطة بالدرس. بسيطة. بس هم معنا ارى السؤال كويس. عشان ما ننساش واحد فيه. هنا احنا قلنا في الاول عندنا بعض الاسائل اللي هتكون مرتبطة بالرسومات. او بالجداول. اول تاني سؤال معنا بقول لي. واي ايكول تو اكس. ده السؤال. الجدول انا عامله عشان بس ندي فكرة للطالب هو هيعمله زي في الامتحان. يعني ده هنا. ده الريكوارد. ده الريكوارد. وده جزء من الحل. جدول ده جزء مد ايه من الحل يعني هو مش هيبدوني في الامتحان. لما قول لي جراف ده ريليشن واي ايكول تو اكس بلس سري. نخلي بانه عشان الجزء ده. موجود في الالجيبرا وموجود في الجيومتري. موجود في الالجيبرا وموجود في الجيومتري. هتقول لي موجود في الالجيبرا فانه جزء يا مصر ده احنا جزء في الالجيبرا ده. فالالجيبرا عندنا في حاجة اسمها polynomial function عندنا كم نعمل من الرسامهم السنة دي في تالتة عددة ثلاثة zero degree function وال second degree function وفي النص في الفيرس degree function فأنا لو لاحظنا هلاقي مكان ف وكس في وقت ومكان ال a ومكان ال b في سري طب ايه علاقتها بال فأنا لو لاحظنا فأنا لو لاحظنا وحنا ال a ما كان السلوب ووال b ما كان السي اللي هي ال انترسيبت بارت وي اكسس وما هي نفس الدرس لو أقرب ذا لانا رلاشن أو غرف ذا لان وغرف الفيرس دي غري فنشن اللي هي اي اكس ولا سبي فها نفس الفكر طيب لما يقول لغرف ذا رلاشن ونرسام زي سوان كي جب بالي في الالجبرة أو في الجيوماتري نعمل جدوة زي دا هنختار اي سري فاليوز لل اكس طيب وحد يقول لي هنختارهم ازاي حط ال اكس بأي ارقام ابسط ارقام او ابسط نمبر هنختار هنختار هزيرو وان تو هتقول افرض اخترت وان تو سري سهلة برضو ما فيش مشكلة طيب اخترت ناجاتف فيسط ثو ثو بعد هنعمل اشترك سوال وانا هنعمل عقابة الجدوة الأول جز بعد attempted هنعمل represent الpoints on the uh coordinate blade. l points zero three. l lies on y axis under y axis. y y dash point الأولى zero three. and point one on the five point delta two and seven. ما شكدة. طبعا مفروضنا هاهارف ازاي نسؤال بتاع او رسميتي الصح. لما نوصل لسري بوينس يوزنج رولر يعني هنستخدم المقصر نوصل لتلات منذ بعض لازم نكونوا on the same straight line لازم نكونوا on the same straight line بس بعد كده بيقول لي find the slope of line في عندي طريعتين يجب ليهم مسلوب of the line اول طريقة تاني طريقة من الجدول اول points اللي انا جبتها انا هنجابهم ال points عشان حاجة واحدة بس ممكن هو يجب لي رسمة زي دي كده ويقول لي from the graph find the slope of line طب هنجاب له ازاي السلوب من الجراف يعني ممكن يجب لي graph ويقول لي find the slope from the graph يعني ما يكونش فيه ولا دي ولا دي جاب بس الجراف وعيز السلوب of line لما يجب لي graph ونحتاجي نجيب لي السلوب منه ودي هتلاقا موجودة كمان في الساينس همقول لي مثلا the relation between distance وال time وهات من الرسمة الفلوسطي الفلوسطي بيسوي ال variation in distance over variation in time هنجيب two points on the line and then two points هناخد نقطتين واضحين zero three اهه one oh five طبعا بتختار نقطتين بينين في الرسمة انه هم موجودين على اللاين بعدين السلوب هنجيب ال variation in y over variation in x five minus cd two one minus zero equal one equal two هتولي التنمية موجودة في اللاين اهي ايش بس انا كنت نفسها معانا لو جاب لي graph ازاي نجيب منه السلوب خاصة في science لو جاب لي relation between distance وال time وعايز الفلوسطي اه في سؤال حلو كده من اه من جانب بتقول لي السلوب of line barrel to y axis بتكون undefined ليه السلوب of line barrel to y axis بتكون undefined اهي بنشرحها دلوقتي على طول معانا كده لو انا افترضت ان انا عندي line barrel to y axis هوا اختاري با ايه تو بوين سالي ايه تو بوين سالي ايه تو بوين سالي لا لا من ذا x equal 5 وبرد تو وايه لو اخترت البوين تدي مسان هتوبة اخترت البوينت ديت هتكون 5 في ال اكس و5 في الوقت اعتلل اسلوب من ال two points دولت او اخترأ اي نقطتين غيرهم اللي اعجبك هتوبة variation y 5 minus 3 over variation x 5 minus 5 نحن عارفين number over zero من سنة خمسة ابتدائي وستة ابتدائي وو العدد يتاني عددي كل السنين خدناها number over zero كنا نسميه meaningless has no meaning undefined هنش كده يبقى number over zero يبقى اسمه has no meaning او meaningless او undefined كلهم بنفس البعض في السنين المعنى اللي علينا اقوم نستخدمه في الاسلوب undefined هنش كده مفهوم من اجابة السؤال وعندها السؤال مهم ممكن يجلنا في الامتحان هيقولي سلوب of line parallel to y axis equal والاجابة undefined هنش كده هي انا سؤال تاني كل جراف ده line it's a slope two and they cut three units from positive part of y axis هنا احنا هنستخدم استراتيجية مختلفة او طريقة مختلفة في الرسم وهو طبعا الجراف ده هيكون زيت تاني بالضبط بقولي جراف line into slope two يعني m هنا equal two and they cut three units from positive part of y axis يعني m equal three ودي طريقة موجودة عنينا في المرهج اللي هي ايه سؤالي dc equal three اللي هي draw the line using the slope and the intercepted part of y axis انا هنسأل نفسي السؤال هو ال line هنا هيكون بسنج سلو three on y axis يعني لازمة هيعدي على السلوك cut three units from positive part of y axis السلوب هنا هو variation in y over variation in x هتقولي طبعا ما فيش تحت two حاجة يبا ال variation في ال x equal one فهنمشي هنا من عندي السلوك كده نعم أكبر كمعنة two units بحال دولة عليهم كده ويضم البحال مرهجة أن تحقق المعنى الوني har شبك من ثم لازمة هناك في حاجة الانسلوب من يشبك من طبعا الأمر المستراريون كادا films هذا مرهجة السلوب two and they cut three units from positive part of y axis يبا ذن Ricardo به شيء أخر PATRO به فإذهب هؤلاء هذه الشئات ela من هو مفقومين أ Schweiz فقم نرى هذه R النهور فقام goddamn حصل المجلوم الخSir فقم لدي طريقة أنا تعمدت إن هنجيب نفس السؤال أهو. يهو ده بس نرسم بطرقة تانية مغير الجدول أو أي حاجة باستخدام السلوب والإنترسيبت بارتو في يكسس سؤال تاني بيقول لي جراف دا لين وز كاتس 2 and 3 units from the possible parts of X and Y وز كاتس 2 and 3 units from X from the Y axis يعني هاتا كم غز من ال X? 2 كم غز من ال Y? 3 أهو دي سهلة أدي 1 أدي 2 أهو قد 2 units from X axis وز كاتس 2 and 0 so I did X axis here cut 2 units from X axis you were passing through the point 2 and the zero and cut 3 units from the positive part of Y axis 1, 2, 3 you are passing through the point 0 and 3 lies on Y axis تم تنزيل في إلاح نزيل أكور الدنبات تحتد الإلنسياب إلى X و Y في ذلك، نحن نفاف بوضع حيث المنظر بوضع حيث المنظر بأس بوسط هارية العمومية المنظر بوضع حقر شرح حجرة الحكمة حجرة محرية العمومية من الحجرة على حقر من حجرة حجرة حقر بدون حقر 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 وضع إذا فقط سروا. 0.0. بس كده بقى عرفنا 2 points. تقول لها مسر بس انت في المرات اللي فاتت كنت ترسم ال line بستعضام كم point. يعني في الجدول اللي ما رسمناه عبلي كده. يسمناه كم point. 3 points. ليه نرسمناه 3 points. طبعا نحن نستضم 3 points. ال point الثالثة ديت. تبقيه. تأكيد الحل. بس كده. لكن أي line ممكن نرسمه بستعضام كم point. وممكن نحن نرسم ال straight line. يعني عندنا كم point. بس كن يكفو مع شنا نرسم ال straight line. كنا نخدنا أكثر من فكرة على ال draw out graph. عندنا كم فكرة تانيين مهمين بولي بروف ذات. the straight line was equation 2x plus y plus 5 equals 0. is perpendicular to the straight lines that passes through the 2 points. 2 and 3. negative 2 and 1. عشان نعمل بروف أن ال two lines perpendicular. هنجيب M1 and M2. M1 slope of a straight line offers a straight line. Negative coefficient X over coefficient negative 2 over 1 equal negative 2. هاو ممكن نجيب ال Y الوحدة هنا في side الوحدة. خليها مثلا في left. الوحدة من 2X ونجيب ال Right hand side negative 5 بالنجيب ال negative. تبقى تعالصورة Y equal Mx plus C. بالم عندننا كان واضحة هاو negative 2. طيب م 2 بقى هنا line passing through the two points 2 and 3 negative 2 and 1. يبكذا السلوب تقالله إن التاني السكندلان. طبعا لما بتحسب السلوب يطلع number over zero. في الآن الحظ ما بيطلع ماس error عندما يجب لنا التاني السلوب بتاع اللين التاني اللي هو الساكند لاين الساكند لاين عايزينو بقى عشان ده المهم عشان نعمل بروف ان ال two lines ال two lines perpendicular طبعا هنا نستعدم القانون اللي هو الاساسي عندنا في السلوب y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 minus y1 over x2 minus x1 the swoop of the second line equal 1 negative 1 over 2 1 minus 3 over negative 2 minus 2 لاين نعمل بروف ان نعمل برباندگلر ای هوا شرط البرباندگلر تاني سلم1 مرتبلاد by m2 negative 2 مرتبلاد half equal negative 1 يبسنس M1 ملتبلاي M2 equals negative half يبسن L1 perpendicular to L2 ده شرط البربنديكولر يكون السلوب بتاحهم their product equal negative 1 ايه هو شرط البراليزم يكون ال two sloops are equal يكون ال two sloops are ايه equal ده شرط البراليل هنا البربنديكولر يكون M1 ملتبلاي M2 equal negative 1 السؤال اللي بعضه السؤال اللي بعضه يقول لي if the straight line was equation AX plus 2 Y plus 8 equals 0 is perpendicular to the line that passes through the two points two and three negative two and one find A هنا السؤال ده مشابه للسؤال اللي فات في الفكرة لكن مختلف حاجة واحدة بس ايه اللي اختلاف ان هنا جاب لنا سيمبل جاب لنا رمز طبعا لازم نحن استخدم الرمز ده هنا slope of the first line طبعا ال two lines هنا ايه اربان ديكولر M1 equal negative coefficient X over coefficient one negative A over two طبعا النات اختلاع سيمبل ما اكيد لازمان يبا في سيمبل المبويلر 삼انده تربا يفعل ايه 24 من ال2 points الآن يكون في المطقة عند ب seconds 2 and 3 و-2 and 1 1 minus 3 over negative 2 minus 2 هل يبا إقلت negative 2 over negative 4 هل يبا إقلت بعد كدا شرط البرابندicular انه إلا أنه باربندicular to L2 يبازن م 1 مطلوبلاي by M2 equals negative 1 م 1 مطلوبلاي M2 equals negative 1 ام وان هنا من الجفن نيجاتف اي اوبر تو ام تو اللي هي سلوب او دا ساكند لاين ايكوال هاف زير برودكت ايكوال نيجاتف وان. اللي عانزين حد شاطر كده يجبليوني الايكين ولا بصورة. طبعا الطالب اللي معا اه جانا اه كملت حل السؤال اللي فات. وبدوا في حل السؤال ده جابوا الاسلوب بتاع اه الفرست لاين نيجاتف اي اوبر تو ليس احins وانين كاليين او باقيаксим انا رفات الفيرس وانdd ساكنين الان ايكوال نهاتف واقعief وانيجاتف انا هكذا اننا احنت اطنا ابوا انا كابد toen اي هو ان اربngulo بي ان نايجاتف لوم التضریطة اي اوبر فور واقعا واقعا كابلوا يبقى زي الاب 1 A over 4 equal 1 يبقى المفروض الاب كان A over 4 equal 1 انا بنعمل منطبلاي الى two fractions بنعمل النومنتور منطبلاي والدنومنتور منطبلاي انا بنعمل الى 4 منطبلاي بعض A منطبلاي 1 والتحت منطبلاي بعض 2 منطبلاي 2 يبقى جانا جابيتها برافو عليك A equal 4 سؤال تاني بلل if the straight line was equation 3x plus ky plus 8 equal 0 is parallel to the line passing through the two points 1 and 4 and negative 2 and 1 find the value of k and two lines are a parallel سلو بطا حم هكون equal give m1 negative coefficient x over coefficient y negative 3 over k m2 هنگبسلو of the line passing through the two points 1 and 4 و negative 2 and 1 بعد كده two lines parallel zero sloops are a equal m2 one minus four over negative two minus one negative three over three negative three over negative three equals one since l one two m1 equal m2 negative three over k equals one in the second case هتساوي ايه طبعا في حالة التانية دي تعوف السؤال التانية ده طبعا السؤال اللي فات جانا احمد ومنها حلوه بعد كده منها جاب سلوبة على لين التاني negative three over k one سوهم بقى بعض عشان two lines parallel ونجيب كيالا نوصح negative three a refresh number one numerator equal denominator definition ih сначала one numerator numerator re are equal and the other saul has when you find the question of axis of symmetry of a be line segment if a equal three and the four will be equal to one the six then you give it the axis of symmetry of the line segment and the equation of access of symmetry of line segment لازم أن نكون أعرف what is the meaning of axis of symmetry axis of symmetry perpendicular and bisect the line segment perpendicular and bisect the line segment at the AB لو نرسمت axis of symmetry كده عامل حكتين فيه يهما perpendicular and bisect the line segment يوم بأكيد هو passing through the midpoint passing through midpoint of AB يلا نجيب كده الأول midpoint عشان نجيب القوشن offline هنجيب الأول ثلاث حاجات يهما المدpoint of AB وبعدين تاني حاجات سلوب of AB وبعدين سلوب of perpendicular to AB يلا نجيب الأول اول حاجات المدpoint of AB زيني المدpoint of AB نعمل A plus B divided by 2 A plus B divided by 2 3 plus 1 4 3 plus 1 4 4 divided 2 equals to 4 plus 6 نعمل طوام بلس للهجس مع معا وي مع بعض 4 plus 6 10 10 divided 2 equals the midpoint of a b equal to under 5 طب لانا جبتو عشان انا هنحتاج point on the line point on the line بعد كذا هنجب السلوب of a b كل y 2 minus y 1 يعني 6 minus 4 6 minus 4 over 1 minus 3 2 over negative 2 بس احنا مش عايزين احنا عايزين فحنجب السلوب of انا جبت السلوب of a b طرع ب احنا عايزين بقى نجيبه سهلاو احنا عايزين بقى السلوب of a b عشان نجيب السلوب of perpendicular to a b بنعمل حاجة سهلاوية negative 1 over slope of the first line and over 1 احنا عايزين بقى السلوب of the first line واب عايزين بقى البربنديكولا العربicة on i mean 10-1 واب عاaki السلوب of line اللانهي احاها وابنت UNDERLY with y equal mx plus c and line in subies andÙivo plus c passed through the point, 2, and the 5 y equal 5 and x equal to episode c equal five minus 2 5 minus 2 slash b we can put an equation of line y equals x plus v We have equation of axis of symmetry of a As if a equals negative 1 and the 4 b equals 1 and the 0 c equals 0 and the negative 2 We will prove that the abs are regular And the new one has to prove a straight line To temu points on the same straight line عندنا طريقة اللي هي السلوب وعندنا طريقة اللي هي الدستانس ودلوقتي عنه طريقة ثالثة كمان اللي هي ممكن نجيب الائكويشن اف لين من اي اي تو بوينت هنا بمسلا وصيه ليه اخترت البي وصيه لانه السي هنا فيها الانترسيبت برته غير اكسس نجاتف تو المنغيب الى المنغيب الى المперتعال الوقت negative 2 minus 0 1 minus 1 او بندق 2 على الآن او المنغيب الى المقر الى المنغيب الى المنغيب الى البعض يكون محببة يكون 2 يكون محببة 0 جمل بلوية هي المقينة دي على الوية يوم بسي مني تفتور. سؤال با إزاي نعرف عو نتأكد ان الـ A belong to the line. ناكا دي جابتا equation of B-C. إزاي نعرف ان الـ A belong to the line. put X equal. حنا أمس substituting بالـ A for the line. الـ A negative 1 و 4. يبا put X equal negative 1. بلوية equal 2 multiply negative 1 minus 2. يبا ناكا تفور أهي. وزين A belong to line B-C. أو A B C E R. لو عندي طريقة تالتة غالي نحن اخذنا منذ كده. عندي سؤال بس ممكن بقى هنخلي المراجعة ممكن تغضو أس هومورك. نبدأ الـ points ABC is square. وعندنا الـ A given والـ B given والـ C given والـ D given. ممكن بقى هنستغضم الـ distance أو الاسلوب عشان نعمل بروف أن الـ points are represent square. سؤال تاني بردو نوضو همو كل سؤالين دول بقى في الابتحاد كتير خاصة السؤال ده. اف A equal negative 1 then negative 1 B equal 2 and 3. C equals 6 and 0 prove that the triangle ABC is right. عمل it triangle B. ممكن بردو بالسلوب و بالدistance. نعمل عمل العش hä اللزوج و بالأسلوب الثالي. من خدمة الأسباب ارا�� إلى والتميدن من خلال ج reactive و augmentوا القدية. باردوها الاخ incentراءamed بشاف وamı أحداقي وقد رقف مستور باردوع من خلال كب reunرتب��ني وقدر صغير وсы من خلال ج اعضاء وإذن는데 سؤالي أنا قائل أن�ت charge من قود الigger voy وني هنم باردائم اتعادم عندنا في بعض الأسرات التراكمية سواء كانت من السنين اللي فاتت أو من السنة دي برضو measure of the base angle of an associate triangle if the vertex angle was measured 70 degree يعني عندي vertex angle 70 يبى ال base angle كام وطبعا عندنا ال base angle congruent أو equal in measure يبى 180-70 110 divided to يبى equal a lay of 15 which is 50 by 50 110 př Kim 255 عاد، exercising 0.50 حف مرئكت hundred جيدhrast شئر عكس كان dis Chain كل قومي ب fer beber ان X dé experimental هلب ترجم الأسرات سؤالة آخر 等 أ две ص Lo ص بوينت ديت اللي هي زيرو عند زيرو. and the point the negative three and the four. Southern corner distance root. negative three minus zero bar two plus four minus zero bar two كلهم تحت روتهم. equal five unit lens. five unit lens. بكده نكون وخلصنا منق الجيومتري. من أول حسة جارك. إن شاء الله رب العالمين. هنبدأ revision على منهج الجيومتري. فنهاية الحسة بشكر طلابي. وأتمنى لهم التوفيق والتفوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.